بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن صلاة الجماعة مسألة من صلى الصلاة المفروضة ثم أقيم فرض في المسجد فهل يؤدي الصلاة إذا حضر إلى المسجد مع هؤلاء يعني هل يفعل الصلاة مع هؤلاء الجماعة مع هؤلاء الجماعة وتكون له نافلة أم لا يصلي معهم الجواب أنه يسن له هو أن يصلي معهم فيعيد هذه الصلاة التي صلىها صلى في مسجد ثم أتى إلى مسجد آخر ليحضر محاضرة مثلا فوجد أن الناس لا زالوا يقيمون أو أقاموا الصلاة فهل يعيد معهم صلاة المغرب مثلا أم ينتظر حتى يصلوا ويبقى جالسا قال الفقهاء يسن له أن يعيدها معهم وتعتبر له نافلة ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما يلي أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي الصلاة لوقتها فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي إذن هذا دليل الدليل الآخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الفجر ذات يوم في مسجد الخيف في ميناء فلما انصرف من صلاته إذا برجلين قد اعتزل فلم يصليا فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعكما أن تصلي معنا قال يا رسول الله صلينا في رحالنا قال صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهما فإنها لكم نافلة مسألة بما تدرك الجماعة اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة القول الأول أنها تدرك بتكبيرة الإحرام فمن كبر قبل أن يسلم الإمام التسليم الأولى فقد أدرك الجماعة يعني من كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام التسليم الأولى فقد أدرك الجماعة الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ووجه الدلالة أنه بتكبيرة الإحرام أدرك جزء من الصلاة فمن أدرك جزء من الصلاة كان له حكم مدرك الصلاة كلها مثله مثل من أدرك ركعة فإنه أدرك الصلاة كما في الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم القول الثاني قالوا أنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الجماعة وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أن هذا القول هو القول الراجح من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهو أيضا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فالحديث هذا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة له منطوق ومنطوقه أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وله مفهومة أن من أدرك ما دون الركعة فإنه لم يدرك الصلاة أما أصحاب القول الأول الذين قاسوا ما دون الركعة على الركعة فإن هذا القياس قال ابن عثيمين رحمه الله لا يصح لا يصح قياس إدراك ما دون الركعة على إدراك الركعة لأن إدراك الركعة أكبر وأكثر من إدراك ما دون الركعة والأقل لا يقاس على الأكبر والأكثر مسألة من ركع أو سجد قبل إمامه اختلف الفقهر رحمهم الله في هذه المسألة القول الأول أن من ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يأتي بهذا الركوع وهذا السجود بعد إمامه يعني عليه أن يرجع وجوبا ويأتي به بعد الإمام متابعا للإمام وهذا الركوع الذي حصل قبل الإمام أو السجود الذي حصل قبل الإمام لا يعتد به شرعا فيعتبر لا غن لأنه في غير محلة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا فما كان قبل ذلك هو في غير محلة غير معتد به القول الثاني أنه إذا ركع وسجد قبل إمامه فإما أن يكون عامدا وإما أن يكون ساه أو ناسي فإن كان عامدا فصلاته باطلة سواء رجع فأتى به أو لم يرجع لأنه فعل محذور في الصلاة والقاعدة أن فعل المحذور عمدا في العبادة يوجب بطلانها قال ابن عثيمين وهذا هو القول الصحيح أما إن كان جاهلا وناسيا فإنها تبطل الركعة التي تقدم فيها بالركوع أو السجود على إمامه وعليه أن يأتي بها بعد نهاية الصلاة أحوال المأموم مع إمامه في الصلاة أربع أحوال الحال الأول أن يكون سابقا يعني أن يسبق إمامه والحالة الثانية أن يتخلف عن الإمام والحالة الثالثة للمأموم مع الإمام الموافقة يعني أن يوافقه في تكبيره وفي رقوعه وفي السجوده والحالة الرابعة هي المتابعة أن يكون متابعا له الحالة الأولى ذكرنا في المسألة السابقة أن ذلك يحرم وأنه إذا كان متعمدا بطلة الصلاة وإذا كان غير متعمد بطلة الركعة التي تقدم فيها بالركوع أو السجود على إمامه الحالة الثانية التخلف والتخلف هنا نوعان التخلف بعذر والتخلف بدون عذر فأما التخلف بعذر فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام ولا حرج عليه سواء كان ركن أو ركنين فلو شخص سهى أو غفل ولم يسمع إمامه حتى سبقه الإمام بركن أو ركنين فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام لأنه معذور أما إذا كان التخلف لغير عذر فإما أن يكون هذا التخلف في الركن يعني أن يكون تخلفاً في الركن أو تخلفاً بركن يعني إما أن يكون التخلف في نفس الركن أو تخلف بركن كامل فالتخلف في الركن معناه أن تتأخر عن المتابعة لكن تدرك الإمام في هذا الركن الذي انتقل إليه مثال ركع الإمام هذا الركوع ركن وبقي المأموم يقرأ ما بقي عليه من القرآن من السورة التي يقرأها ثم أدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع فركع معه فنقول الركعة صحيحة صحيحة لأنه أدرك الإمام في الركن أما فعله هذا التخلف فهو تأخره في أنه لم يركع بعد إمامة مباشرة فهذا مخالف للسنة لأن المشروع أنه يشرع في الركن من حين أن يصل إمامة إلى الركن ولا يتخلف عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا أما إذا كان التخلف بالركن ومعنى أن الإمام يسبقك بركن أي يركع ويرفع قبل أن تركع بقيت تقرأ القرآن وركع ثم رفع من الركوع انتهى من هذا الركن فالفقه رحمهم الله يقولون أن التخلف فيه كما في المسبوق الذي ذكرنا فإذا تخلف بالركوع فصلاته باطلة إذا كان متعمدا وإن تخلف وهو غير متعمد إما سهوا وإما نسيانا فإنه يبطل الركعة وذكرنا ذلك في مسألة الإمام يسبق إمامة بالركن يسبق إمامة بالركوع أو بالسجود الحالة الثالثة الموافقة أن يوافق المأمومة الإمام إما في الأقوال وإما في الأفعال فالقسم الأول الموافقة في الأقوال لا تضر لا تضر أن يوافق المأمومة الإمام في الأقوال إلا في تكبيرة الإحرام وفي السلام في هذين الموضعين أما تكبيرة الإحرام فإنك لو كبرت قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاتك أصلا لأنه لا بد أن تأتي بتكبيرة الإحرام بعد انتهاء الإمام منها نهائيا وأما الموافقة بالسلام فقال العلماء أنه يقرأ أن تسلم مع إمامك التسليم الأولى والثانية وأما إذا سلمت التسليم الأولى بعد التسليم الأولى منه والتسليم الثانية بعد التسليم الثانية منه فإن هذا لا بأس يعني إذا سلم التسليم الأولى سلمت وإذا سلم التسليم الثانية سلم هذا قالوا لا بأس به لكن الأفضل أن لا تسلم إلا بعد أن يسلم الإمام وينتهي من السلام من التسليم الأولى ومن التسليم الثانية نقول الموافقة لا تضر إلا في الموافقة المأموم للإمام لا تضر إلا في بالنسبة في الأقوال لا تضر إلا في أمرين تكبيرة الإحرام وفي السلام وفي غيرها لا تضر أما بقية الأقوال فلا تؤثر تتقدم أو يتأخر عن الإمام فلو فرض أنك تقول تسمع الإمام يتشهد وسبقته أنت بالتشهد فهذا لا يضر وكذلك في قراءة الفاتحة لو سبقته بقراءة الفاتحة في الصلاة السرية مثلا قرأة الفاتحة وأنت قرأته وسبقته فهذا لا يضر ولا تؤثر على الصلاة القسم الثاني من الموافقة هي الموافقة في الأفعال وهي مكروهة وقيل أنها خلاف السنة ولكن الأقرب الكراها مثال الموافقة في الأفعال لما قال الإمام الله أكبر للركوع وشرع في الركوع فشرعت مع الإمام في الركوع يعني سواء بسواء هذه أنت موافقة له في الركوع في الحركة فهذا مكروه لأن الرسول والسلام قال إذا ركع فاركع ولا تركع حتى يركع وفي السجود كذلك لما كبر السجود سجدت ووصلت إلى الأرض أنت وهو سواء فهذا مكروه لأن الرسول والسلام نهى فقال لا تسجد حتى حتى يسجد قال البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منه ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده فهذا يدل على أنهم كانوا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوافقونه في الحركة الحالة الرابعة هي المتابعة وهي السنة وهذا هو المطروب أن الإنسان لا يتخلف لا يسبق ولا يتخلف ولا يوافق وإنما يتابع الإمام فإذا كبر الإمام انتهم التكبير فتكبر وإذا ركع فتركع وإذا سجد فتسجد هذه الحالة التي ينبغي للمموم أن يتابعها مع إمامه وأن يفعلها مع إمامه هي المتابعة للإمام هذا والله أعلم وأحكم